بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب قول ما شاء الله وشئت الدليل الأول عن قتيلة رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه الدليل الثاني وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندى ما شاء الله وحده لماذا سمي اليهود بهذا الاسم لأنهم قالوا هدنا إليك أي رجعنا أو لأن جدهم اسمه يهوذ بن يعقوب الحديث الأول فيه فوائد منها أولا عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على اليهودي مع أن قصده الذنب لأن ما قاله حق ثانيا مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان الذي نبه عليه ليس من أهل الحق ثالثا ينبغي عند تغيير الشيء أن يغير إلى شيء قريب منه كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي الحكمة ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم ما شاء الله وحده أرشده إلى ما يقطع عنه الشرك لم يرشده إلى قول ما شاء الله ثم شئت حتى يقطع عنه كل ذريعة للشرك وإن بعدت حماية لحم التوحيد والتأدب مع الله الدليل الثالث ولبن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله قالوا وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدُ فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده يمنعني كذا وكذا أن يمنعه صلى الله عليه وسلم الحياء ولكن ليس من إنكار الباطل إنما يمنعه من النهي عنها دون أن يأمره الله بذلك مثل الخمر سكت عنها حتى حرمت أنواع ما يرى النائم أولا أضغاث أحلام ثانيا الرؤيا ثالثا حديث النفس المسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَّا فَكَيْفَ بِمَنْ قَالِ مَا لِي مَنْ أَلُوْذُ بِهِ سِوَاكَا والبيتين بعده وهذا غاية في الكفر والغلو الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا الخامسة أن الرؤية صالحة من أقسام الوحي السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام في زمن النبوة التقسيم والتقعيد للقول المفيد